السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس فقال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد اللهم جزهي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أهلا وسهلا بكم أبناءنا وبناتنا طلاب الصف الأول الإعدادي الأزهري نلتقي بكم على خير ومع مادة الفقه الشافعي أبناء وبناتي تكلمنا في الحلقات الماضية عن أن هناك أمورا لا بد من فعلها قبل أذاء العبادة ذكرنا منها إذالة النجاسة ثم بعد ذلك الاستعداد للوضوء منها ذكرنا فصل في السواكي وواجبات المتوضي قبل أن يتوضي يجب عليه ماذا يفعل وهذا الشخص المتوضي يجب فيه بعض الشروط وذكرنا أردفنا بها بأن لصاحب الضرورة صاحب العزر في الوضوء لا بد أن يزاد عليه بعض الشروط كأن يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ويجعل لكل صلاة وضوء وكذلك يعني يستنجي قبل وضوءه ويوالي بين أعضاء وضوءه ويصلي بالموالاة يعني يدخل الحمام يتوضأ وينهي وضوءه ثم يدخل للصلاة مباشرة هذا على سبيل التوالي فلا يكون متراخيا ولا يباعد بين الوقت لأنه صاحب عزر ممكن يعني ينزل منه شيء أو يعني ينجي سيابه شيء فإن نزل منه شيء فإن هذا لا يضره ويكمل صلاته ولا شيء عليه يبقى هو يكون متحفظ يعني بسيابه أو شيء يضعه يستر به نفسه ويمنع من نزول شيء منه وهذا لأنه صاحب ضرورة نسأل الله العافية لكل الناس أجمعين اليوم إن شاء الله نأخذ أمر آخر وهي فروض الوضوء أو فرائض الوضوء التي شرعها الله عز وجل هيا بنا نتدارس هذا الموضوع المقصود بفرائض الوضوء منها أولا النية في الوضوء لابد عليه أن ينوي ماذا يفعل هو ينوي للوضوء لصلاة أم ينوي مثلا لقراءة القرآن أم ينوي بالوضوء أنه يزيل شيء في جسده وينظف أديه فلابد أن تكون ناويا بوضوء كفعل العبادة غسلوا جميع الوجه غسلوا جميع الوجه وهذا كما قال الله في القرآن وسأتلو عليكم هذه الآية بعدما نكمل فرائض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين يبقى إذن المرفقين دخلين فين في غسل اليدين مش إلى المرفقين لأن في بعض الناس يقول لك لا أنا أخسل لا أخسلش المرفقين لا أقول له أن المرفقين دخلين فين في فرائض الوضوء لما قال الله عز جل إلى المرفقين إلى دي تدخل فيها الشيء وصلت إلى الدار يعني دخلت في الدار فهي داخل فيها الشيء كذلك مسحوا بعض الرأس مسحوا بعض الرأس وده عندنا من الفرائض مسحوا كل الرأس ده من السنن الفرد مسحوا بعض الرأس والسنن مسحوا جميع الرأس والرد في مسح الرأس وغسلوا الرجلين مع الكعبين زي ما قلنا مع المرفقين في اليدين هنقول في غسل الرجلين مع الكعبين هذه الفرائض التي ذكرت في القرآن قلها مرة بسرعة نية غسل الوج غسل اليدين مسحر بعض الرأس غسل الرجلين مع الكعبين كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين والأخير وهو الترتيب لماذا ذكر علماؤنا الشفعية الترتيب لأن الله عز وجل رتب هذه الفرائض فلم يجعلها اختيارية ينفعش تخسر رجليك وبعد تخسر وشك وبعد تبسح رأسك نقول لك لا رتبها زي ما ربنا سبحانه وتعالى رتبها لما الله عز وجل قال إذا قمتم إذا يعني شرط صلاتك عند قيامك إليها شرطها الوضوء يبقى من شروط صحة الصلاة أن تكون متوضي فإذا قمتم هذا فرض في النية أن تكون ناوية الصلاة فتتوضأ فجعلت النية من فرائض الوضوء ثم تتابعت هذه الفرائض بالترتيب فعلى عشان كده قلنا الترتيب فرض من فرائض الوضوء لو أنت شقلبت كده واسبت بغسل رجليك وبعدها مساحت راسك وبعدها شقلبت كده أركان الوضوء بالترتيب نقول لك لا الترتيب فرض من الفرائض الوضوء وضوء غير صحيح رتب كما رتب الله عز وجل في القرآن العظيم بدءا من النية إلى الفرض السادس وهو الترتيب هذه هي فرائض الوضوء نشوف واحد واحد كده نمسكهم فرض فرض وناخد أول واحد منهم وهي النية وضعنا سؤال عرف النية وما حكمها وما حكمتها وما كيفية الوضوء بالنية يعني كيفية النية في الوضوء أول حاجة النية لغة هي القصد لما أنت تبقى ناوي تبقى قصد يبقى قصد الشيء مقترنا بفعله هذا هو التعريف الشرعي قصد الشيء مقترنا بفعله فإن قصد ولم يفعل سمي عزما يعني أنا ناوة توضى لكن ما فعلتش ده يسمى عزم ما يسماش فعل ففيه فرق بين العزم وفيه فرق بين الفعل نفسه ده واحد ناوي توضى لكن ما توضاش ده عازم على الوضوء لكنه لم يفعله حكم النية يا شباب حكمها واجبة في كل عبادة وتكون عند أول غسل جزء من العبادة يعني أول ما تنوي تحط المية على إيدك لازم تكون ناوي في أول جزء فيها زي الصلاة مثلا ما ينفعش تنوي بعد ما تدخل في الصلاة في بعض الناس كده من ساهي وفي غفلة يكبر ويقرى الفتحة وبعدين يقرى صورة وقف يصلي وبعدين يقول لك وأنا بصلي إيه؟ أما خليها ظهر نقول له بطلة صلاتك تعيد من الأول لأن النية جات بعد ما دخلت في العبادة خد بالك هو كبر دخل في الصلاة وقرأ الفتحة وبعد كده أنا وأنا بصلي إيه؟ أصلي ظهر طبعا لا أصلي عصر ده أنا ما صلتش الصبح ده أنا ما صلتش الظهر ويبدأ نيته بعد ما يدخل في الفرد نقول له صلاتك غير صحيحة ابدأ من الأول ليه؟ لأنك أنت دخلت النية بعد الدخول في الفرد احنا اتفقنا أن النية سابقة للفرد يعني أول جزء أول ما ترفع إيديك كده وتقول الله أكبر تكون النية حضرة أنت بترفع إيديك تقول النواية في داخلك نواية أصلي مثلا للظهر أو أصلي العصر فالنية تبدأ في بداية الفرد فكذلك الوضوء من أول ما تفتح الحنفية أنت ناوي تتوضى فتغسل يديك ده بداية إيه؟ بداية العبادة ما ينفعش بعد ما تخلص وتغسل رجليك تقول النواية في قلبك يعني أصلي بالوضوء ده مثلا فرض من فراغ العبادات والصلاوات نقول لك لا النية جات متأخرة وممكن تكون أنت من بداية الوضوء ما كنتش ناوي تتوضى أصلا ده بتغسل إيديك ووجهك وخلاص في جايم الشغل مثلا وجاي من المدرسة وعايز تغسل إيديك ووجهك ورجليك ومسحت راسك وبعد ما خلصت قلت إيه أما صلي بالفرض بالوضوء ده نقول لك لما أنت جت تتوضى في الأول كنت ناوي تتوضى وناوي تعمل بيه عبادة ولا بتغسل كله وخلاص قال لا ده أنا كنت بغسل وخلاص بس ناوي تصلي بيه بعد ما خلصه نقول له لا النية جات متأخرة النية لابد أن تسبق الفعل في أول جزء في العبادة ده حكم النية وشرطها وكيفيتها كيفية النية أن ينوي المتوضع رفع الحدث لأن أنت أحدثت أو ينوي فعل أمر يتوقف على الوضوء مثل الصلاة يبقى أنت يفعش تصلي غير لما تتوضى يبقى ده فعل اللي هو الصلاة متوقف على أدائك للوضوء ما حد الوجه في غسل الوضوء ده الركن التاني نحن نتكلمنا عن النية كده في تعريفها لغة وشرعا وحكمها وكيفيتها هنشوف كده حد الوجه ده الركن التاني من أركان الوضوء اللي هو غسل جميع الوجه وما حكم اللحية في الوضوء وبما يتحقق غسل الوجه أولا حد الوجه طولا ما بين منابط شعر الرأس غالبا ومنتهى اللحيين وهما العظماني اللذاني تنبت عليهم الأسنان السفلة يبقى فيه منبط للشعر فوق غالبا اللي هو شعر الرأس لو احنا قلنا مثلا ده بداية منبط الشعر عندنا ده يبقى كده حد الوجه طولا يبقى ده منبط الشعر طيب لو واحد يعني ما عنده الشعر ما فيه الشعر في رأسه غير ورا هيبدأ من ورا نقول له لا ده اسم منبط الشعر المعتاد هنا عادة الناس بينبط الشعر فوق فوق الجبهة ده يعتبر منبط الشعر المعتاد طولا إلى أسفل اللحيين المنطقة دي تسمى اللحيين اللي هي ينبط عليهم الأدراس السفلة دي تسمى لحييني إلى أسفل اللحيين إلى هنا هذا هو طول الوجه يبقى أنا أسفلهم هنا وطولوا عند منبة الشعر المعتاد طيب والعرض مما يبقى هنا شحمتي الأزن دي حتة الصغيرة اسمها شحمة الأزن ودي اسمها شحمة الأزن يبقى ده عرضا وده طولا طيب هتقولي طيب والرقبة لا غير داخلها في فرائد الوضوء يعني بعض العلماء يراها من المستحبات ليس من الفرائد ولا من السنن لكن ده غسل الوجه طولا وعرضا طبعا في عكن الوجه ما بين تحت الأنف أو ما بين تحت العينين أو الجفون والحاجات دية دي بتيجي بالغسلة الثانية أو الثالثة الفرض غسل الوجه مرة واحدة لكن تيجي الثانية تؤكد الغسل والثالثة تيجي من السنن الغسل الوضوئي وغسل الوجه فيه فيغسل الإنسان ويتتبع الأمور اللي بنسميها الأشفار الوجه وعوكة الوجه والكسر اللي في وجهه عشان يكون الجلد كله وصله الماء ويعمم وجهه بالماء تمام ما يمسحش لان في بعض الناس ممكن ياخد مياه كده وخاصة في الشتاء ففي بعض الناس ما تعملش اسباغ للوضوء خايف من المياه والمياه سقعة فتلقاه كده يلمس ايده والمياه ويمسح وجهه نقول له يا اخي الكريم الوضوء فيه غسل الوجه وهو فرض فهو غسل وليس مسح اعمل كده في رأسك مفيش مشكلة لان الرأس مسح امسح شعرك مفيش مشكلة احنا يعني هذا فرض من فرائض الوضوء فيه مسح لكن الوجه غسل وليس مسح تخدش مياه كده وتنفض ايديك وبعدين تمسح وجهك وترطب وجهك وممكن يقولك طب انا اجيب من دي المبلل قبل ايدي بي وامسح بيه واجه نقول له ده غير صحيح لابد ان يغسل الوجه كما تغسل اليدين والقدمين يبقى ده حد الوجه طولا وعرضا حد عرضا ما بين الاذنين قلناها واذا كان على الوجه شعر خفيف او كثيف واحد مثلا عنده لحية وجب ايصال الماء اليه مع البشرة تحته يبقى له عنده لحية كثيفة فمغطية وجهه فمنع وصول الماء الى يعني بشرته لابد ان يوصل الماء الى بشرته اذا استطاع الى ذلك حكم اللحية الكثيفة وهي التي لا يرى بشرة الوجه من خلالها فيكفي غسلها ظاهرا واحد عنده لحية كثيفة جدا لدرجة ان انت ما تشوفش من شعر اللحية ما بتشوفش الجلد اللي تحت اللحية فمش لازم ان هو يرفع كل اللحية ويرفع شعر اللحية ويدخل الماء تحت لحيه هيكون فيه مشقة وخاصة في الشتاء دلوقتي مثلا وفي وقت ان هو ساعة فمش قادر يدخل كل مية ولو كانت كثيفة كمان كبيرة فيبقى دخول الماء تحت اللحية صعب فنقول له يكفي غسلها ظاهرا يعني يغسل وجهه وياخد لحيته ظاهرا فيكفي ذلك ولا يدخل الماء بين لحيه ويخلي اللحية الا لو كان في الغسل في الغسل لازم يخلل طبعا شعر رأسه ويخلل شعر لحيته لكذا بتكلم عن الوضوء اللي هو بيتكرر معانا في اليوم اكثر من مرة وربما الانسان يتوضى خمس مرات او اكثر من خمسة للصلوات الخمس طيب نقول مسألة كمان مسألة اللحية الخفيفة يعني شعر بسيط كده وهي التي يرى بشرة الوجه من خلالها فيجب ايصال الماء لبشرته يبقى كده الجلد هو اللي ظاهر والشعر خفيف فيجب ان هو يوصل الماء لبشرته لحيته لانها شعر خفيف ضعيفة فممكن يوصل الماء لبشرته فبذلك يكون اتم غسل الوجه من على جميع ما ظهر منه طبعا هتقول المضمضة والاستنشاق اقولك دول مش في الفرائض دول هيجونا في سنن الوضوء يبقى ان دول بيعملهم المسلم قبل اصلا ما يغسل وجه بيغسل ايديه ويتمضمض ويستنشاق وبعدين يغسل فرض الوضوء اللي هو غسل الوجه من طولا وعرضا كما بينتوا لكم نقول كمان مسألة تاني ولا بد من غسل الوجه يغسل معه جزء من الرأس والرقبة من ناحية الوجه وما تحت الذقن العلة بقى لانه لا يتحقق غسل الوجه الا بذلك طبعا انت هتقول لي انا ممكن يعني اكتفي بقرص الوجه بس يعني قرص الوجه كما بيانت لكم طب ممكن ادخل بعض الرقبة ادخل بعض الرقبة عشان يدخل فيها الوضوء لكن ليس كل الرقبة سنن ما يشلش هدوم ويغسل كل رقبته كده فيؤذي نفسه اذا كان يتضرر بالماء خاصة اذا كان الماء باردا او ساخنا فلا يستطيع انه يستعمله فلو ادخل رقبته كلها ربما تأذى ولو ادخل غسل رأسه ربما تأذى لان الرأس مسح فيجب عليه في هذه الحالة ان يدخل بعض الرأس يعني لو كان مثلا فوق الفتحتين دول يدخلهم اذا استطاع ولكن لا يجب عليه ويدخل بعض الرقبة عشان يدخل جميع الوجهين عشان يأمن ان هو ادخل وجهه في غسله وادى الفرض كاملا زي ما هنقول موضوع المرفقين دلوقتي ونقول موضوع الكعبين انك بتدخل الكعبين والمرفقين كاملين عشان تأمن انك ادخلت الفرض وكله في غسله طيب نشوف مسألة كمان ما حكم اذالة ما تحت الاضفار من وسخ يمنع وصول الماء لو واحد مثلا اضافره تحتها مثلا بعض الوسخ شغال في شغلة ففي حاجات بتدخل تحت اضافره يجب اذالة ما تحت الاضافر من وسخ يمنع وصول الماء الا اذا كان قليلا فيعفى عنه في حق ما نبتلي به يعني مثلا واحد شغال في ورشة شغال في شحم شغال في زيت ففي بعض الحاجات بتدخل تحت اضافره اذا كان بسيطة وقليلة فما فيش مشكلة اما اذا كانت كثيفة وكثيرة فلابد من ازالة هذه الامور وهذه الاوساخ لانها تمنع من وصول الماء الى بشرة جلده كده عملت زي ايه عملت زي الطلاء بتاع الاضافر او عملت زي الدهن او عملت زي الكريم اللي هو بيتحط على الجل فيمنع وصول الماء فلابد ان يزيل ما تحت اضافره اذا كان كثيرا حتى يأمن لوصول الماء الى جلده فيؤدي فرض الوضوء طيب نسأل كمان ما حكم مسح بعض الرأس يعني اتفعنا ان المفروض في الرأس هو مسح بعض الرأس وليس مسح كل الرأس لان الاية الكريمة قالت وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم ولو غسل رأسه بدل مسحها جاز ذلك لكن الاصل والفرض هو مسح الرأس يعني واحد مثلا في الحر وحط دماغه تحت الحنفية وغسل دماغه بقصد غسلها للوضوء صح ذلك منه وجاز لكن لو مش ادري مثلا يحط رأسه تحت الحنفية ولمش ادري وصل الماء الراسه فالفرض عليك اخي الكريم هو مسح بعض رأسك ليس كل رأسك الكعبان الذين يكونان في الرجلان وهما المقصود بهما في غسل الوضوء هما العظمان البارزاني عند مفصل الساق العظمان البارزاني عند مفصل الساق فلابد للمسلم أن يدخلهما في غسله لوضوءه الفرض السادس وهو الترتيب وهو على الوجه المذكور في عد الفروضي فلو ناسي الترتيب بطلب وضوءه يبقى احنا اتفاقنا لو واحد يعني لغبط وضوءه غسل برجليه وبعدين مسح رأسه وبعدين غسل وجهه يبقى كده عكس نقول له لا ما تحسبش عليك وضوء ده صحيح لانك انت كده ما نتبتش ترتيب صحيح عليك انك ترتب كما بين الله عز وجل في القرآن زي ما كده السعي بين الصفة والمروة الصحيح ان المسلم يبدأ من الصفة وينتهي بالمروة طب لو واحد بدأ من المروة وراح لغاية الصفة نقول له الشوضة اللي انت خدته ما تحسبش لأنه اصلا تبدأ بما بدأ الله عز وجل به القرآن قال ان الصفة والمروة تم انشعار ربنا بدأ بايه بدأ بالصفة فلما تيجي تسعة تسعة ما بين الصفة الى المروة يبقى ده واحد ومن المروة للصفة اثنين وهكذا فلو بدأت من المروة الى الصفة لم يحسب هذا لك فكذلك لو واحد لغبط في الوضوء غسل رجله وبعدين غسل وجهه وما رتبش نقول له انت كده ما رتبتش زي ما ربنا امر فربنا رتب بدأ من غسل الوجه واليدين وهكذا فترتب كما امرك الله سبحانه وتعالى بذلك طيب يبقى سنن الوضوء اللي هي المرحلة التانية خلاص هو كده توضع الفرائض خد الفرائض الستة فرائض اللي احنا قلناها النية غسل الوجه غسل اليديني مسح الرأسي غسل الرجلين والترتيب هذه الستة التي جعلها في الوضوء من فرائضه طيب والسنن اللي هو هيعملها طبعا السنن اللي احنا قلنا الزيادات اللي هتيجي تؤكد هذه الفرائض والتي يعني توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ورآه صحابته لصحابته الكرام فقلدوا وضوءه ونقلوا لنا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام من هذه السنن أولا طبعا دي صورة قبل ما ندخل في موضوع السنن تبين ليك بعض العظام اللي في ايدين ورجلين الانسان لان في بعض النزم ملتلك بتخطأ هتشوفوا كده الكوع موجود فين في آخر الإبهام بين مفصل الكف والزراع ده اسمه الكوع والكرسوع اللي هي عظمة المقابلة لي النحية التانية اسمها الكرسوع طيب المرفق فين اللي احنا بنسميها دلوقتي يعني بنخطئ في بنسميها كوع لا هي صحيحة اسمها مرفق والانسان اللي مرفقين في اليدين فهذا يسمى مرفق ويسمىها شكوع طيب في الرجل كمان فيه الكعب اللي هي العظمة اللي احنا عملين عليها سهم دي العظمة الموجودة في آخر المفصل بتاع القدم والساق نازل عليها من فوق العظمتين دول يسمى كعبان طيب اللي في آخر القدم من وراء اسمه العرقوب وآخر القدم يسمى العقب يبقى فيه عرقوب وفيه عقب وفيه بوع البوع ده فين اللي هو العظمة اللي في آخر إبهام القدم يبقى فيه عظمة في آخر إبهام اليد اسمها كوع وفي عظمة في آخر إبهام القدم الأصبع الكبير بتاع القدم تسمى بوع ده يعني شرح مبسط لموضوع الحاجات اللي احنا بنخطأ فيها موضوع الكوع والمرفق والكعب والبوع والعقب لأنه ممكن يجلنا في أمثلة فأنت لازم تبقى متخيل هذه الصورة عشان تعرف يعني المفاصل في الإنسان من قدميه ويديه سنى الوضوء كثيرة منها التسمية في أول الوضوء يقول بسم الله ويكتفي أن يقول بسم الله لو هو عايز يكملها ويقول بسم الله الرحمن الرحيم يصح ذلك إلا إذا لو كانت مثلا داخل الحمام وبتوضى قوة الحمام أو بتوضى مثلا في مكان اللي هو اغتسل فيه فما يصحش أنه يذكر اسم الله عز وجل لأنه سمى لما دخل الحمام وهو دخل الحمام أما يدخل الحمام أقول بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبص والخبائط فدخل الحمام فهو كده تكفيه هذه التسمية لكن لو أنت في مكان مش الحمام وتستطيع أن تسمي فأقول بسم الله وعايز تكمل تقول بسم الله الرحمن الرحيم وهذا أكملها فلو تركت تسميته في أول وضوء لو واحد نسي يأتي بها في أثناء الوضوء يعني لو أغسل وغسلت دائية وغسلت وش ونسيت أن أنا سميت أو بسم الله ما فيش مشكلة في أثناء الوضوء كذلك غسل الكفين إلى الكوعين وأنا قلت لك إيه الكوعين اللي هو العظمة الموجودة في آخر الإبهام من الكف فغسل الكفين هذا سنة في الوضوء والكوع هو العظمة البارزة التي تلي الإبهام من الكف زي ما وضحناها في الصورة من شوية المضمضة وهي أيضا من سنن الوضوء وهي طبعا رج الماء في الفم وتحرك المية جوة فمك بحيث اللسان يتحرك جوة المية دي ويدخل بين أدراسك وتحت اللسان وسقف الحلق وداخل الفم عشان يغير هذا اللعاب ومضمضة وتكون مرة أو اثنين أو ثلاثة إن استطعت إلى ذلك سبيل ودي من سنن الوضوء ودي طبعا من سنن التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الاستنشاق المقصود بالاستنشاق إن أنت بتاخد المية إلى داخل أنفك وتنثرها يبقى فيه استنشاق وفيه استنسار استنشاق يعني بتاخد المية بإيدك وتدخلها جوه أنفك وبعدين تنثر هذا الماء يبقى دها يسميه استنسار استنشاق يعني بتستنشقه تاخد المية الجوة طبعا مش لجوة قوي عشان ما يحصل لكش يعني تتعب لكن تاخد المية لظاهر الأنف عشان تنظف مدخل الأنف ربما أتربة ربما عفار الله فيروسات أو ميكروبات أو غير ذلك طبعا الهواء اللي حوالي مننا مختلط به عوادم وميكروبات وفيروسات فأنت لما تحافظ على وضوءك الله عز وجل يحقيك هذا الأمر بإذنه سبحانه وتعالى فالمضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء كذلك المبالغة مطلوبة في المضمضة والاستنشاق إلا لو كان المسلم صائم يعني تبالغ يعني أنك مضمض مرة عايزة اثنين ثلاثة خمسة مفيش مشكلة ترج الماء أكثر من مرة وتاخد مية تاني لغاية ما تحس أنك أنت فمك طهرة ونقية مفيش مشكلة تبالغ إلا إلا لو كنت صائم وفي نهار رمضان فمنفعش أنك تبالغ وتاخد المضمضة وتترغرغ وتدخل الماء إلى حلقك نقول لك مكروه عليك ذلك لأنك ربما يدخل الماء إلى جوفك فتفطر بفعلك هذا ويكون على القضاء اليوم ده وتكون متعمد في فطرك بفعلك هذه المضمضة المبالغ فيها فالسنة أنت تتمضمضة مضمضة عادية إذا أردت أن تبالغ فبالغ إذا كنت إلا إذا لكنت صائما في ذلك طيب نشوف كمان سنة من سنة الوضوء وهي مسح جميع الرأس يبا احنا قلنا الفرض مسح بعض الرأس والسنة أن تمسح جميع رأسك كذلك من السنن مسح جميع الرأس ومسح الأذنين هذا أيضا من السنن مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد طبعا ويكون مسح الأذنين لما تمسح رأسك فأنت مسحت رأسك فخدت الفرض فتروح رايح على أذنك وتمسح كمان الأذن يبقى أنت مسحت الرأس أنت هتعمل السنة فأنت مسحت الرأس كلها يبقى هذا كده أتيت بالفرض اللي هو ربع الرأس وأتيت بالسنة جميع الرأس وبعد تنزل على أذنك تأخذ من الماء جديد تأخذ مية جديدة وتمسح بها أذنك أما إذا كانت الماء قليل ما فيش غيره امسح بما بقي من رأسك من ماء لأن أصلا مسح الأذنين من السنة فأنت مش محتاج تكسر في الماء ماء قليل افعل كما قلت لك ماء كثير والحمد لله امسح رأسك بماء جديد وامسح أذنيك أيضا ظاهرا وباطنا طبعا فيه خطأ بعض الناس بيخطأ فيه أنه ياخد مية ويدخل جوه أذنيه خطأ لأنه طبعا يضرب السمع تخدش مية وتحطها جوه أذنيك لا الإسلام قال مسح ما قالش غسل وما قالش ادخل ماء داخل أذنك وما قالش باطن أذنك قال ظاهرا وباطنا اللي هي الشحم ده اللي هي احنا بنسميها يعني جلد الأذن طبعا الأذن مش دي ده الغطاء بتاع الأذن الأذن جوه اللي احنا بنسمع بيها جوه فده غطاء الأذن فأنت بتاخد من الماء وتمسح أذنيك أصبع خلف الأذن واصبع أمام الأذن وتمسح ما ظهر منهما بدون ما تدخل إيدك جوه أذنيك يبقى من الظاهر أهو وتمسح وتمسح على تمر على أذنيك وكذلك الأذن الأخرى مع بعض فكذا أتيت بهذه السنة ليطهر إذا كان فيه تراب أو فيه شيء في أذنيك ده من السنة برضو أيضا من السنن مسحومة طبعا نحن قلنا مسحومة الأذنين بعد مسح الرأسي وكذلك تخليل اللحية وتخليل أصابع اليدين والرجلين طبعا بين أصابع القدمين والرجلين لازم تدخل أصبعك بينهما عشان تنظفهم وكذلك تقديم اليد اليمنى والرجل اليمنى على اليسرى منهما عشان يبقى أنت كده ماشي بالتيامن وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في كل شيء نقول كمان تاني من سنن الوضوء الطهارة سلاسا يعني تعمل الموضوع ده ثلاث مرات كل حاجة تحب تعملها ثلاث تعملها أو مسح كل عضو سلاسا وكذلك الموالات في الوضوء وأن طبعا الموالاة وضحناها أكثر من مرة وهي التتابع بين الغسلات وبين المسحات وكذلك إطالة الغرة والتحجيل ودلك الأعضاء ده أيضا من السنن إذا كان يتوضى المسلم من إناء وضع الإناء عن يمينك تحط المية عن يمينك وتاخد منها تحطش عن شمالك عشان مشترش تتحرك بيدك الشمال يبقى ذا من التيام تقديم نية الوضوء مع السنن القبلية ما قبل غسل الوجه من أول ما تغسل يديك تكون مقدم سنة الوضوء ونية الوضوء ليحصل السواب للجميع وترك الكلام أنت بتتوضى ما تتكلمشي وترك تنشيف الأعضاء وخاصة إذا كان بلد حارة إلا لحاجة في الشتاء فخلاص نشف ما فيش عليك حرج في ذلك وكذلك الذكر المشهور اللي بتقوله بعد الوضوء اللهم جعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين دا من السنن اللي انت بتعملها بعد ما بتوضى ومن سنن الوضوء أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسنة العشرون أن يصلي بعد الوضوء ركعتين وبذلك ذكرنا أبنائي وبناتي عشرون سنة للوضوء وغير ذلك من السنن المذكورة في كتب الفقهاء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بمعلمنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمن أن ألقاكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته